في مرقص 9 آية 24 قال أؤمن يا سيد فأعن عدم إيماني هو مؤمن ولا مش مؤمن؟ ده صاحب السؤال هو الراجل لما جه ليسوع وابنه الوحيد الشياطين مع الزباه والتلاميذ ما قدروش يشفوه لغاية ما نزل يسوع منفوق جبل التجلي بعد ما نزل منفوق جبل التجلي فبيقول له فبيقول له الراجل بيسأله سؤال إن أردت تقدر أنتش في ابني عارفين معنى الجملة دي إيه؟ معنى الجملة دي إنت تقدر أنا واثق إنك إنت تقدر بس اللي أنا مش واثق منه إنك إنت تريد ولا ما تريدش وعلى فكرة الغلطة دي بنقع فينا إيه؟ فيها إيه؟ كلنا نقول إيه؟ أيوة ربنا لو تدخل هيعمل كل حاجة يقدر على كل حاجة بس مش عارف هيتدخل ولا مش هيتدخل دي المشكلة دي المشكلة إن يا ترى يا رب أنا دلوقتي متعذب إنت بكلمة منك تقدر تشيل العذاب موافق ولا مش موافق إن أردت تقدر عارف يسوع رد بكلمة واحدة قال له أريد أنا أريد بس لازم يكون عندك إيه؟ إيمان أنا عندي إيمان بإرادتك لكن ما عنديش إيمان بإنك عايز ولا لا أعن ضعف إيماني يعني زود إيماني بحبك أنا مؤمن بإنك قوي وتقدر بس إيماني في تزويد حبك ده أعن ضعفه لإن أنا فعلا ملياش غير الواقع لما شفه بيتعذب قال طب ما هو ربنا ما تدخلش ليه ما أنا طلبت ربنا كتير ما أنا طلبت ربنا كتير أنا مرة كنت بس نسيها عادت أحسب الراجل اللي ليه 38 سنة قلت لو الراجل ده في 38 سنة ضربناها إن كل يوم الصبح يصحى يقول له يا رب شفيني والظهر لما يتغدى يقول له يا رب شفيني والليل لعن لما يتعشى يقول له يا رب شفيني فاخترتي قلت يمكن ثلاث مرات في اليوم يقول له يا رب شفيني إيه رأيك يا أرمية اضرب ثلاث مرات في 365 يوم في 38 سنة هيطلع كام ألف بيقول لربنا أكتر من مليون أنا ناس الرقب هيطلع كام ألف ولا كام مليون يقول له يا رب شفيني بعد الألفات ده كلها جايله ربنا يقول له إيه أتريد أنت برأ أريد ده أنا سمعته طوب الأرض ده أنا لساني نشف وأنا أقول يا رب شفيني قال له آه بس أنت بكنت بتطلب إنك تشفى من البركة ومن الملاك مش مني أنا يعني كل الطلبات ما كانتش متركزة علي لكن متركزة على البركة فأنت لو التفت إلي هتنال الإبراء الكام ترجمة نانسي قنقر